قام مخترقون الالكترونيون بإصابة آلاف المواقع الخاصة بتداول العملة الرقمية بيتكوين ببرمجيات خبيثة بهدف سرقتها تفاصيل في سياق هذا التقرير عملة البيتكوين العملة التي شغلت العالم ودخلت في الاقتصاد العالمي كمنافسا قوي في الفترة الأخيرة قام هاكرز باختراق أكبر منصات وخدمة تحليل الإلكتروني والتي تتيح تحليل حركة الإنترنت عبر المواقع وذلك من أجل السيطرة على البيتكوين من خلال مستخدمي منصة التبادل get.io صرح الباحث الأمني ماثيو فاو والذي اكتشف الاختراق أن المخترقين قاموا بإدخال برمجيات خبيثة في ملفات الجافة الخاصة بالمنصة المذكورة والغرض من ذلك هو سرقة أي عمليات تتم بالعملة الافتراضية عبر الواجهة الإلكترونية الخاصة بمنصة التبادل نتج عن هذا الهجوم انتشار البرمجية الخبيثة في أكثر من 688 ألف موقع إلكتروني وأدى أيضا إلى إعادة توجيه البيتكوين من متداول العملة الرقمية المشفرة وخاصة عند استعمال المنصة المخترقة أيضا أدت التعليمات الخاصة بالبرمجية الخبيثة إلى استبدال التعليمات الخاصة لأي عنوان بيتكوين يتم إدخاله بآخر تحت سيطرة المخترقين وذكر المحللون أنه من صعب تحديد عدد الأفراد الذين تأثروا بالاعتداء أو كمية الأموال التي تمكن الهاكرز من الحصول عليها عبر هذه العملية مؤخرا حذر جهاز الانتربول السعودي المواطنين والمقيمين في المملكة من أنشطة الاستثمار في العملات الرقمية خاصة البيتكوين عبر مواقع وروابط وهمية هدفها النصب والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة يذكر أن عملة البيتكوين شهدت مؤخرا تراجعا كبيرا مع غيرها من العملات الرقمية الأخرى بشكل ملحوظ موسيقى